النهاردة بنتكلم عن الحياة الشخصية والمساحات اللي المفروض نحترمها في حياة بعض عايزين أعرف من حضرتك إزاي الفقه وإزاي الإسلام يعني حفظ لكل إنسان حريته الشخصية ومساحته الشخصية أحسنتي وبارك الله فيك وأحييكي على هذا الاختيار لأن دي من الأنماط الأخلاقية والسلوكية بادئ زي بدء سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا عباد الله إخوانا يعني إخوان في الله الرسول لما بيبين لنا عدم التحسس اللي هو تتبع الأخبار والتجسس برضو التماس الأخبار والعثارات للناس من ضمن الصورة التطبيقية لخصوصية الإنسان حديث يمكن يغفل عنه كثير من الناس قال صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانات يعني جنابك سألتني سؤال في تخصصك الفقه في الأزهر فتوى خاصة نفرض أن أحد الأقارب أو الزملاء أو الطفيلين إلى آخره وقال للأستاذ هادير سألتك في إيه؟ ممنوع أن أقوله؟ ممنوع ليه؟ شوفي الدقة في الحديث الرد هنا يا دكتور يكون عامل إزاي؟ لأنه أحياناً في ناس بتحرجك وتصر أنها تعال لا أقوله لا وأنت مش عايز تجذب أقوله قال صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانات ويدخل في المجالس بالأمانات تحريم وتجريم إفشاء أسرار الوطن قد الإنسان يقول كلمة أو عبارة هو لا يدري اخترطها على الوطن سواء فئة في النواحي العسكرية النواحي السياسية النواحي الاقتصادية النواحي الاجتماعية يعني هقولك حضرتك على سر ومشاهدين أنا برفض ساعات مدخلات أو صدافات في الانتاج الخاص بنكون في موضوعات هما يمكن مش منتبهين لأثارها على مصر فلما يجي ولا أقوله بالله عليك هذا موضوع يسيء إلى مصر ليه تتكلم فيه لأن العالم من حولك متربس أو مترصد أو عنده غيره يقولوا بقى ده مصر بلد الجرامل أنا ما كنت أتمنى الجرامل اللي بتوع أنه يصلت عليها المجهر من الخصوصيات حضرتك ودي من أدق وطبعا أحترم نضجك الحمد لله المشهود به العلاقة الشخصية أو يعني المعبر عنها بالحميمية بين الزوجة وزوجة على فكرة في ناس كتير لا تنتبه إلى خطورة هذا الأمر شوف الحديث اللي بيقدبنا يقول الرسول عليه السلام إيه؟ يفضي الزوج إلى زوجة وبعدين يصبحان يحدثان الناس بما فعلها شوفي التشبيه بقى الضخم فكأنما شيطان نكح شيطانا على قارعة الطريق والناس ينظرون إليهم بعض الناس يعني مش هقولي العوام بس ما عندوش فهم أو ما عندوش وعي ممكن يبقى أجلس على القهوة في الكافي وبيتتحدث عن أسرار بيته عن أسرار بيته والعكس أحيان بيحصل حتى على مواقع التواصل الاجتماعي تلاقي مثلا سيدة داخلها تاخد رأي في مثلا يعني جروب موجود فيه سيدات أخرى رأيها فيه مثلا مشكلة ما حصلت في بيتها وابتدوا يدوها في حلول وبيحصل برضو مع الرجال في جروبات تانية حيث بتشوف ده ازاي وتأثيره على البيت المصرية ده خطأ خطأ وقلتلك ده بعد عن الأخلاقيات الإسلامية يا سيدتي الإسلام ليس مجرد أمور نظرية في العقيدة أو أمور عبادية الإسلام الركني الثالث الأخلاق يعني شوف سيدنا جبريل لما يسأل النبي في الحديث المشهور لروا سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاء قال الإحسان أن تعمد الله كأنك ترافع لم تكن ترافع أن يراك ده أساس الأخلاق يعني أدي مساتك مثال على اللي تفضلت به الخصوصية في المشاكل الأسرية مرة دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ابنته السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنه وأرضها فقالها أين ابن عمك اللي هو زوجها الإمام علي رضي الله عنه قالت ذهب يا أبي مغضبا ونام في المسجد شوفي بقى الرسول ما لهاش لماذا لم يرد أن يسمع لم يرد في حدود هو بس أين ابن عمك زوجك قالت له نائم مغاضبا في المسجد فذهب النبي إلى المسجد كان الحجرة قريبة جدا يعني فوجد الإمام علي رضي الله عنه نائما على التراب كانت زمانا لحصر أنت عارفها بسيطة كده فالرسول قاعد ينفض التراب ويبتسل يقول له قم أبا تراب قم أبا تراب قم أبا تراب وما زاد عن ذلك وده درس للحموات وللأحماء كذلك رجال ونساء لا لما تلأ مشكلة تدخلوش في المشاكل ولا في العمق إنما بقى تيجي امرأة تقول إيه ده قال لي يا بنت كذا طغر الصدر وهو يقول لهم ده قالت لي يا ابن كذا بطوق لا في الآخر ممكن يحصل أنه الزوج والزوجة تصالحة لكن الناس خلاص شالت من بعض